السلام عليكم ورحمة الله حبيباتي الغاليات مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله كانت مننا ان شاء الله يلقى الاعجاب ديالكم وانا الاعجاب ديالكم شكرا لكم اخر فيديو تفعلتم معي فيه بزاف بزاف كان شكركم بزاف حبيباتي الغاليات ماشي اخر فيديو ولكن تقريبا ما قبل كان تفاعلتين وتفاعل كبير كان شكر الاخوات بزاف بزاف وليلايك اللي خليتوا ليه كان شكركم عليهم بزاف بزاف عواشركم مبروكة حبيباتي الغاليات اللي يدخلها علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين الصحة والسلامة والعافية ايام العاشر من دي الحجة حبيبتي انتي كتشقاي وانتي كتديري شغل ديالك ما تنسيش الدعاء والتصبيح والتهليل والتكبير في هاد الايام المباركة هاد الشغل هاد الدرسو في هاد الايام ديال العاشر من بعد ما دخلت ايام العاشر طبعا كل حاجة كنديرها وانا طبعا كنكبر وكنهلل وقلت غا نذكر الاخوات الحبيبات الغاليات انهم وهما خدامين وهما كيديروا الشغل ما ينساوش العبادة الشغل ديال الدر خليهم قرون هاد الايام بالعبادة هاد الايام العاشر من ديال حجة اللي كيسميها بعض العلماء بأيام العبادة الاقبال على الصلاة بقلوبنا قبل أبدالنا ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه العاشر الاكترار منه وان تجعل لسانك لا يتوقف عن الذكر وعن عبادة اليسيرة السهلة التي لا تحتاج إلى نافق فكما كان عرفو الحج ولا غالي علينا ولا غالي وزاد غلا نفق ديال الحج اللي ولا الانسان البسيط لتعمل الانسان اللي عايش حياة هكا متوسطة ولا الحج غالي عليه وصعيب باش يوصل لي كانت منه وربي يرزقنا وما يحرمناش من الحجة يا ربي قبل المامات فكما قلت لكم حبيباتي الغاليات الحجة بولا كيحتاج المال كتير وهذا احنا يا غادي نديرو عير بالدعاء في هاد الايام راه الدعاء مقبول بحال الناس اللي في الحج ربيت احنا يا كيقبل لنا الدعاء للناس اللي لموصلوا الحجة هما الله سبحانه وتعالى عطاهم هاد الايام العشر دي الاوائل دي الحجة باش تكون مقبول في هاد دعاء ومقبول في هالعبادة والحمد لله والشكر لله الصلاة تكون بقلبك وبالخوشوع في الصلاة يحاول ابن ادم يصوم لي قدر يصوم يصوم لي كتعاونه صحته يصوم هاد العشر كامل علاش الله و هاد الايام يدير فيها الانسان هاد النية هادي النية ديال الفوز بالجنة ان شاء الله علاش الله الفوز بالاجر والتواب زيادة الاجر ان شاء الله رحمة الرحيم لنا كامل حبيباتي الغاليات انا مغديش احتاج نوريكم ولكن غي كان ذكركم ونفسي قبل ان اذكركم طبعا اذكروا نفسي اولا حبيباتي الغاليات فالشغل ديال الدار هاد الايام حاولي لسانك دايما يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله 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 اكبر ولله الحمد وانتي كاتشقى حبيبتي وانتي كاتشقى الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد حبيبتي ما تنسايش هاد التكبيرة ديال العشر ديال الحجة الله سبحانه وتعالى كيتقبلها منا وان شاء الله كيقبل لنا الدعاء وهاد العشر هاد يتمنى يطلب دك شي اللي كتبغي الوليداتك العائلتك الخوتك لنفسك الصحة والسلامة والعافية كل ما كتمنى يطلبيه هاد الايام وان شاء الله نتمنى ان يقبل الله دعاءنا ودعاءكم وجميع المسلمين يا رب حبيبتي الغاليات الى كنتوا باقي متابعين معي الفيديو الى حد الان كنتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناة وتخلوا لايك الى جاءت على خاطركم طبعا ولا عجبكم الفيديو طبعا لما عجبكمش فما تخليوا حاجة حبيبتي الغاليات كنتمنى القناة ديالي نشوفها طالعة لاش باش نشوف واش هاد لك شي اللي كندير واش عاجب الناس ولا لا الا كان عاجب الناس نزيد نواصل ونزيد نحط شي حاجة ونجتهد وطبعا بالنسبة لأي قناة كيما بغا تكون فالمشاركة ديالناس هي هي التفاعل ديالناس هي كل شي بدون تفاعل فيعني ما كنت حاجة وهديك القناة تتكون قناة ميتة كما الحال القناتي الحالية فعندي متسبعين قلال من الاخوات والصديقات وهذا والحمد لله كنشكرهم بزد بزد احيانا يجاملنني وكنشكرهم حينت عيتهم كانت بطا جي معاهم الفيديو عيتهم بالشوفان ديال الفيديوهات ديالي كانتمنى ان شاء الله ما يملوش مني فكنقول لكم حبيباتي الغاليات هاد الايام المباركة الله سبحانه وتعالى كي قبل الدعاء ديالنا نطلبوا ونطلبوا الله سبحانه وتعالى اي حاجة بغيناها كي ما بغى تكون ولو بسيطة ولو شي حاجة اللي في نفسك وما قديتيش تقولي هان شي حد قوليها بينك وبين الله سبحانه وتعالى فهو مجيب الدعاء والحمد لله شها المدعوات طلبنا والله سبحانه وتعالى استاجب لنا وشفناها بعينينا تحققات وهذا والحمد لله والشكر لله على كل شيء مرنا بضروف صحية كانت صعيبة وربعتنا الصحة وقدرنا نوقف ونديرو اشغال البيت اشغال المنزلية فهدي نعمة ورزق انك تنوضي وتشمعي دارك الراسك والطيب الوليداتك هدي نعمة والحمد لله والشكر لله اه كنحمدوه ونشكره على النعم دياله كاملا حبيبتي الغاليات شاركت معكم هاد الايام منها تحضيرات ديال العيد واحد شوية ديال تنظيف ماشي عامق بزاف ولكن نصف عامق اللي قديتي عليه وسافي ماشي ضروري اي حاجة قديتي عليها ديريها ما قديتيش ديري غير اللي قديتي عليه فما تكلفيش راسك بزاف وما تتعانديش وما تلكيش صحتك حبيبتي الغالية وتعاندي مع وحدة يعني الله عطاها القوة كتر منك وعطاها الصحة كتر منك وتعانديش مثلا دجارتك ولا هادا اللي قديتي عليه ديري يا لي ولا الشيء البسيط ولا وقيت مسحي الغبراء ولا وقيت ديرش حاجة بسيطة على حسب الظروف ديالك يعني الوقت ديالك وعلى حسب الصحة ديالك وهذا دابا كان البارتاجي معاكم واحد دول اللي هناني من نمل ومن سرق الزيت واحد دول غزال هانتو ميلة بويتو سكريني كان نرش به الدار كان نتخلطه مع الماء غلاقة تقريبا كتديريها مع انسطرو ديال الماء وكترشي قاعة على القناة ديال الدار كاملين فما تبقاش يدور عندك لان ميل ولا صراق الزيت هما ديرين كتر من هادا الحشرات كاملين كي يصلح البسيطة للحشرات انا تلسين هادي وانا هذا العام ثالث وانا كان استعمله واحد البارتوية اللي هو وزوين في حقيقة وهو قلت نتباطجي معاكم باش تنتو ما استردو ماشي اشهار ماشي تحاجة انا تلسين هادي هو كان عندي ما عرفش تسميد الشركة ديالو عارفة غي تسميد البارتوية وصابي مهم كان نرش به تحت استادر تحت النموسية في دخلها ديالبيبا اللي ما وشراجم البلاصة اللي كيدخل منها سراق السيت وانمل فالحمد لله لقيت عليها وعجبني بزاف وقلت نتباطجي معاكم صافي نطهد صباح هادي نحاول تنتو ما نحمسكم معايا فطبعا احنا ما انا ماشي كان وريكم الاشغال ديالبيت طبعا طبعا سيدات البيت كلهم غريبيت كلهم كيعرفوا جمعوا ديورهم كلهم كيعرفوا نقوا ديورهم كلهم كيعرفوا الاشغال ديالبيت غي هو كان نتقاسموا داك الحماس احيانا تيجينا داك الخومول وداك الكاسل وهذا كان نشوفوا شي واحد كيشقوا وهذا تحنا كان نتحمسوا وكان نديروا اللي قدنا عليه وهذا طبعا اللي بالمستطاع اللي بالإمكان طبعا اللي قدنا عليه طبعا بصحتنا قدت عليه اللي ما قدتش عليه من نضغطوش على نبسنا بسف فكما كتشوفوا حبيباتي الغانيات ماشيش يشغل كتير هي تتكل السيدرات احنا مسحت واحد شوية للغبراء وهذا طبعا اضربت واحد سيق على هاد البيت هذا أنا عندي البيت مقاب مع الكوزينة هاد البيت هذا كيتوسخليها بزافحين تقريب الكوزينة وهذا هو البيت الكلاس دي لنا أنا ولي داتي هنا كنت ناولو الوجبات دي لنا كان من الفطور والغضاء والاشياء وهذا مهمنا يكن ننبسوا دابا مني نسخل الحال معاجة عندي هذا الفوق مني نسخل الحال هبطنا لتحت كان قسل أغلبية لتحت هواكين هنا كانت ناولو الوجبات دي لنا فطور والغضاء والاشياء سوف يكون هدو هاتشي لي كاين كنا نبطل الدار لتحت وهذا ثم في سيقت دو السبع دا ساني كروة مع جابيل كنخلطهم أنا صراحة وكي يقولوا لي ما تسخلطهم شو ولكن الله لا رهمني كنا نغسل بساني كروة بوحر يسوك تبقى لي ريحت الزفورة في الدار إلا ما درتش جابيل ما كنكونش راضي على تسياقة كان عاود تسياقة وحد نهار قلت ما ندير غري ساني كروة الليلة ولي داتي يدخلوك يقول يا ماما راي عندك فنطار شي ريحة بشكل دايرا كتليهم مرة بالصح وعاد نطعا وتسيق تعاو تاني بجابيل وهذا وعاد حي داتك الريحة دي السفورة هنا يا معا بيت القلاس الجاقري بالكوزينة وكتكون هناك يكون طياب وهذا وريحة الطياب وهذا فكي يحتاج هاد البلاسة كتحتاج مرارا تسيق ضروري من السياق ضروري من يعني ضروري تديري جابيل وساني كروة وهذا وهذا الشي اللي كان حبيباتي الغريات اشغل البيت كالعادة داك الشي اللي كان دير اليوم كان ديره غطة والحمد لله والشكر لله اللي رضعنا وإياكم صحة والسلامة والعافية احنا العيالات كنفرحوا إلى جمعنا ديورنا واخا كدي شوية على حساب صحتنا وخصوصا للمرأة العاملة اللي وقتها مقصوم بين العمال وبين داخل البيت فضيحس العوان للجميع الأخوات لا اللي قلسين في البيت ولا اللي مغطفات فعوتاني اللي قلسين في البيت ما كيساليش دايما انت هما الأشغال للبيت وهذه من هذه كتجرق لهذه هذه كتجرق لهذه ضيحس العوان احنا مجربين باش كنكونوا قلسين في القانجي دينا نهار كامل ما كتساليش يعني كبدأت جبدي شركاني وشي حاجة فيما كان شي حاجة خاصة كتدخلي وتقلبي وتجبدي وتديري هاتي وتعاوتاني تقلبي لحاجة أخرى وهكا كي دوس نهارك حافيباتي الغاليات ففي ضوز تسيقها جبت هات الفوطا هاتي هات الفوطا عزكم الله ديالجفاف هاتي كانت ناشبة عندي أصبنتها وعلقتها نشفتها صافي مع كرت الممزيان ودرتها هي ناشبة صافي نشفت لي البلاسة كان ممزيان مزيان مزيان او صافي وغادي ندوز نفرش الغاليات كنجمعهم هات الايام وده بما يقرب العيد كنت غادي نفرشهم ان شاء الله رحمن الرحيم حبيباتي الغاليات ايوا كانت مننا ان شاء الله جميع الأسار المغربية ربي يسهل عليهم ودهوز العيد ديالهم بخير وعلى خير اللي ما عندوش يا ربي توسعى عليه فهات الايام المباركة يا ربي ولا تحشمه مع ولداته وسهل عليه الله وياخد الأضحية يعني بسهل عليه ربي وياخد الأضحية دياله باش مكتب الله وباش مكتسم الله الجميع المسلمين يا ربي والناس طبعا اللي ما يستر عليهم الله بسعداتهم ومسعداتهم بسهل فهات الايام ديال الأجر يقيني الناس محتاجين الاضحيات يقيني الناس اللي محتاجين المساعدة يعني تمديد ديك العائلة وتفرحها يعني العطاء ونعم العطاء هذا كوية الفرحة ديالانسان انك تفرح شي عائلة بشي اضحية فهات الايام فشي حاجة زوينة وزوينة بزار يا ربي تعطينا وباش نعطيو ويا ربي ترزقنا وذك الرزق ديالنا تجعل فيه رزق للمحتاجين ان شاء الله يا أرحم الرحمن يا رب العالمين سافي دست حبيباتي الغاليات من بعد ما شفيت وساليت كان بسحل خشب لي شوية حنت دوست غيرش طبع أعزكم الله فمغضر شي شوية غادي نسحو واحد شوية ندوز عليه في واحد الفيطة فازكا سافي فيها واحد شوية ديال ساني كروه باش تعطيه ريحة يعني شوية للريحة عطيرة ونسافي وغادي ندوزها وغادي تشوفوا معايا غرفة زيانة وضموعة طبعا نضافة شي حاجة زوينا نهلا يحرمنا منها يا ربي وترزقنا الصحة والسلامة والعافية يا ربي نقدروا أننا نشقها في بيوتنا وندوزوا الأشغال ديالنا لرسنا يا ربي يا ربي فالسيدة منكت تمرؤدو كتعيا اللّه لكت تأطر بالزات منكت تشوف دارها مرونة نكت تفقدة شكر في دارها ونساء لها مريضة وهذا كتت تشوف دارها مرونة وهذا كتبقى مؤطرة نفسيا كتبقى بقى لقاحن تدار مرونا وهذا يعني مشي غير كتبطير راسك غير غير نفسك أنك مريضة وهذا لله كتبقى تدارها مرونا وكيبقى فيك الحال وهذا والحمد لله على كل حال يا رب ترزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رحمة الرحمن يا رب العالمين وطبعا كمت لكم حبيبتي الغاليات ما تنساوش التكبير والتهليل في هذه الأيام المباركة والعزيزة عمد الله سبحانه وتعالى أنا قدرت شغل دي الأم هاس دينا مدوش لسبيعة تغدوش الشطابة والشفاف أعزكم الله مكرراتة أيها اللي مشيت خراشت اخذيت واحد البلاستيكا اللي دي الأطولة مشتريات العيد مشتريات بسيطة دك الشي اللي بسيطة عديالي مهم فرح داري بشي حويجة ولو غي بسيطة خديت هات البلاستيكا فرمادي وغن نديرها فوق الطبلة صافي هات الشي اللي قاين نبدلو شي شوية ولو غي بشي حاجة بسيطة ندخلو على دار شي حاجة جديدة ولو غير يعني كي نمشتو بلاستيكا وصافي شي شي حاجة ولكن مهم ضغنا بالدار شي شوية تهي طوينها شي شوية وصافي ايو حبيباتي الغليات وغندز معاكم نوجدو الغديوة ديالنا الغديوة اللي ان شاء الله رحمة الرحيم هنشاركها معاكم الغديوة بسيطة ندير الصفة ندفونا ان شاء الله رحمة الرحيم فهادي البيت من بعد ما ندفتها وكثرتها حين بسيان صراحة من كاتكاتي كوزينتا كل شي تحملي شوية ضرورة بها وهذا والله لكثرتها حين بسيان نقدقوش ايو حبيباتي الغليات وهذه البيت تحملي بعد ما ندفتو الكوزينتا هي نقية نقات وتقدت وعاد غادي نجي ضرورة نطيب الغداب شوي يعلي على خاطري والله ما احذلنا ضرورة نقول الله ما كرح تكون نطمن ناس ولقيت دارها كمجموع ولكن ما يمكن شدرورة كلهم ولوليدات غادي يلقى بوين ويلقى المعن محطوطين والله رزقنا وإياكم الصحة والسلام والعافية حبيباتي الغليات الله يعطينا صحيحة ويعاوننا يا ربي على هاتشغال دي الضارة ماشي سهلة يا ربي تعاوننا ضغطينا صحيحة وترزقنا صحيحة اي الحياة محتاج الصحة لا بد لا بد الحياة خاصة صحيحة وهذه الكوزينة وغندزل الغديوة دي ناخذ تطريبات دي الجاج وغندير معهم التوابي ولبس ل مقطع جنيحات جبت الطنجرة دي غندير فيها الجاج والتوابي اللي هما سكنجبير والقرفة الخرق معواد والدامة دي الصحفران الحور مع القاة صغيرة دي السنان واحد شوية للي بزر وطبعا المليحة غندي شوية دي الزيت الزيتون فوق الجاج ونضف عليهم التوابي نديهم تشحر واحد شوية تشحر على عافية مهيلة باش تقل الفخيضات تشرب توابيل وثمن وعاد نزيد عليهم طبعا البسل هنضف نصف نصف دامة 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 زعفران الحور نصف فقط حين هنضف 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 الزيت لنضف الزيت كافية نستمد الزيت الحور كافية نجيبوه واحد شوية بالعطرية سوف نسد عليها تنجرة باش يتشحر مزيان يتخلى ليه بتك سمينة وبتك زيت البلية وهذا سوف نضيف لي طبعا واحد شوية للماء باش ما يتحرقوش ليه توابيل او العطرية وصافي و الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد حبيباتي الغاليات دابا غادي ندوز غادي ناخد الشعرية ديالسفة تقريبا نسكيله احنا يارب عاد الناس نسكيله كافية كلينة منها مشاط ما شاء الله غادي ناخد واحد نسكة صغير ديالزيت غادي ندهن ديك سفة كلها بالزيت وغندي لها تفير اللولة بالزيت هاد السفة حبيباتي الغانيات أنا درت لها أربعات ديالتفيرات ماشي السفة اللي كان كوبو عليها المسهون لا هادي كان فوها تفير اللولة نسقيها بجوج كيسان ديال الما باردي من بعد ما نحطها في القسعة طبعا هادي تفير اللولة بالزيت اشتركوا في القناة اللوه أكبر الله أكبر ولله الحمد انا حبيباتي الغانيات جبت كاس كبير ديال اللوس وغنديرو يتحمر غيه بانيني غنسد عليه بانيني وغنخليه وحنسد عليه مزيان وغنخلي واحد شوية وطلق عليه تقريبا شي خمستاشر دقيقة هو بانيني انا عندي ما كتسخنش بساف يعني تقريبا خليتها خمستاشر دقيقة يتحمر في هالاللوس هادي هي تفيره تانية غادي نكوب جوج كيسان ديال الما باردي على صفو يسخون كيما كليكم سوف نبقى نلوي في ها في الدية حتى نشرب داك الماء الشعرية الفوقانية هنحاول نبقى نهبطها التحت أو التحت ثانيا اللي في الماء هنحاول نطلقها الفوق باش كل شي دو كل الحبات ديال الشعرية كيتشربو بالماء اشتركوا بالماء اشتركوا في القناة سوف نحرك بيدية هي سخونة حركة بيدية و نسقيها جوج كيسان ديال الماء باردي الماء باردي ماشي سخون انا ما استعملش الطريقة السريعة ديال الصفا استعملت الطريقة العادية اربعة ديال التفويرات ولكن كلها تفويرة كنطلق على الشعرية كتبن زيان كنحليها كيطلق على الفور ونحليها كتبن زيان الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد هل خليها حبيبتي الغاليات حتى تشربت دوك الجوشكيسان ديال الماء هنتو ما لقصها ما بقاش فيها الماء تشربت دوك الجوشكيسان باردين وغنردها تدير تفويرة تانية تفويرة تانية طبعا نفس الطريقة غن ديرها تفويرة تالتة ولكن دابا غادي نخلي الشعرية كالطيب وغنجيب بحد الكاز لما باب حتى تطلع تطلع تفويرة وغنجيب كاز لما باب وغنرش الشعرية بالماء بارد وهي فوق البرمة يعني كليكس كاز فوق البرمة اللوز ديالي طار غنخلي قانيني محلولة باش يبرد ووف نفس الحرارة حتى يبرد عاد غادي نهرمشو باش نزوقو بيستفع ديالنا أنا من بعد ما طلع الففار جبت كاز ديال المبادعة وثاني بديت كالنرش بيه ديك الشعرية هو ملء أحسن هاد الكاز ديال الماء يكون في واحد شوية ديال الملحة باش ترشو به شعرية ديال كون باش كتاخد المدق ديال المليحة في واحد شوية ديال الملحة ماشي بزه صافي وميكا نرشيتو بتاك الكاز ديال الماء غادي نحرك شعرية لتحتانية انطلعها الفوق وصافي وغنخليها بطيب على خاطرها نزيد طيب من بعد ما شربت داك الكاز ديال الماء بارد مكنديرش المسخو مبارد فقط صافي من بعد ما زرت طابس انا تفيت الكاميرا وهاو تشعل طبعا نراني اختصرت لكم الوقت صافي وكان هبتها وكان عاود عاو تاني نرشها بشوش كسان ديال الماء باردين كنين طبعا بزاف طرق ديال تحضير ديال السفا ولكن انا هاد النهار اختاريت هاد طريقة هادي فكما بغا تكون السفا ديالك وخايكون النوع اللي هو ماشي ممتاز ما غاديش تلسخليك الشعرية ديالك فهاد طريقة وما غاديش تحشمك ما بارد باقا كنين كديلها الماء بارد كالتحل كتشربها حينت هي سخونة وكالتحل نانشو ما شتو كيفاش شربت ديالك الماء بارد كالتحل كالتحل حينت الشعرية سخونة والماء بارد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هادي طويرا الاخيرة والرابعة أخلط في حليب نيدو ما عنديش بوريسيما عندي عين نيدو خلط الحليب وخلط الحليب خاتر خطرته ما درته شجاري حليب ديال نيدو الخاتر يجي تقريب بحال بوريسيما عندكم بوريسيما سقو فيه سقو بيها عندكم نيدو ستقو بحال 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 إلا خطرته كي يجي تقريب بحال بوريسيما سفي سقيت بديك الحليب بارد كذلك الحليب بارد وما عنديش الزبدة طبعاً بالزبدة كانت شيء آلد ولكن أنا بغيت سفة جينيري جين مع تبارك الله كلها تاواحد في هنا ما قادر على الزبدة مع الكوليستيرول سوف ندير الزيتون سوف ندير الزيتون سوف ندفع معكم كي لي ما غات عجبوش ولكن مع القرفة سوف تخطي على رحة زيت الزيتون طبعاً تومق سوف ندير الزيتون سوف ندير الزيتون سوف ندير الزيتون تحمل الزيتون زيت زيتون تهيه سوف نقص صفه سكر بلاسكار سكر بلاسكار سوف نقص صفه 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 تضيف المريقه لن تحربهم لا تصدر العصلي تضيف المريقه تضيف المريقه نضيف الفريضات ديال الجاج وغتشوفوا تقديم بالاخير حبيبتي الغالية وكنتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم حبيبتي الغالية كنشكركم بزاف بزاف وكنقول لكم مع السلامة وما تنسوش تكبيرة ديال ديال طبعا اول ديال شهر دي الحجة ما تنسوهاش العشر الاوائل من دي الحجة ما تنسوهاش خيوها في لسانكم الله يحن علينا وعليكم والله يسهل على جميع المسلمين اللي مديون الله يفقد الدين دياله اللي مريض الله يشفي اللي بغا تولد الله يسهل لها في الوليدات يا ربي ويعطيها دكشي اللي كنتمنى ان شاء الله يا ربي الدولية الصالحة من جميع المسلمين كنقول لكم حبيبتي الغاليات مع السلامة وإلى اللقاء في فيديو جديد شكرا لكم كنتمنى لكم عواشر المباركة وعيد مبارك سعيد عليكم الصحة والسلامة والعافية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة